التغيير عبر الاقتراع طريق يراه أهلي منطقة الدورة الأصح لتغيير وقعهم في رحلة الانتخابات المحمومة عند خطواتها الأخيرة أقل من شهر على العملية التي بدت ملامحها الدعائية تتضيح في شوارع البلاد مواطنون أعربوا عن رغبتهم في المشاركة بالانتخابات القادمة لخلق تغيير حقيقي وسط التأكيد على ضرورة التوجه نحو صناديق وصنع الأصوات الناطقة بأسماء المرشحين طبعا ننتخب لأننا ملينا من هذه وهسا صارت من ضمن الدورة كل من على منطقته وهسا نعرف كفور إن شاء الله ونعرف يشتغل المنطقة ويشتغل للشعب كله موسيقى لمنطقة أكيدا وننتخب وإن شاء الله هي الانتخابات نحن نريد تغيير جذري ننتخب إن شاء الله اللي يستحق الصوت نحن ما نروح نبيع صوتنا الواحد حرامي أو واحد لا يعرف الدين يعني يعرف بس البوق وهذا الصوت الله سبحانه تعالى يحاسب علي يوم القيامة المنتبع صوتك الدوائر المتعددة القانون الجديد ضاعف من حضوظ المواطنين في ترشيح أشخاص أكثر ثقة من ذي قبل على اعتبار المناطقية المعروفة عيان المنطقة ومشايخها حثوا الأهالي على المسير نحو صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم بدلا من ترك الأمور تجري على أكسي ويتمنون ويتطلعون هذه المرحلة أنا أعتبرها مظاهرة مليونية يفترض أن تكون هكذا مظاهرة مليونية لانتخاب الرجل المناسب في المكان المناسب التغيير مطلوب اليوم والتغيير اختيار الناس الكفوئة الإمكانيات العلمية المتقدمة لقيادة شعب وقيادة دولة وتشريع قوانين أنت اليوم ملزم أن تروح لانتخابات فما عليك كمواطن تروح تأدي صوتك وأنا اعتبر قسم هذا الاختيار الشخص الملائم والاختيار المرشح الجيد هذه الدوائر اللي هي أصبحت مناطقية هذه أكثر فائدة للناس لأنه كل إنسان راح يرشح على منطقته واللي من منطقته يعرفوا إذا كان جيد نزيه سيرشح وينال الفوز أما إذا كان سيء وأهل منطقته ما راضين عليه أكيد يفشل قبل كان الإنسان يرشح على كل بغداد أو يرشح على أكثر من المحافظة وهذا كان الناس ما تعرفه وكانوا يضطرون هؤلاء الناس أن يذهبون إلى التزوير اللي هم الناس اللي مرشحين العزوف عن الاتخابات لا يغير من واقع البلاد بل يصنع شخصيات تتسلق على الأوراق المتروكة بالمقاطعة والمواطن الباحث عن خدمات وتحسين لا يدركه شيء سوى الاقتراع pipelines ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة